لو أن فقيها اليوم قال بأن ما تفعله بعض المنتقبات من جعل نقابها سلعة رخيصة يستخدمها مصور الفوتوسيشن يندرج تحت باب من سن في الإسلام سنة سيئة لما ظننت أن قوله بعيد هذا إن سلمنا أن النقاب المنتشر في هذه الصور يخلو من شيء من التبرج وهذا طبعا غير موجود من عباءة ضيقة وإظهار للأيدي والخواتم وخلخة لليد بل وطلاء الأظافر أحيانا هؤلاء الأخوات التي يقاتلنا اليوم من أجل تصدير هذا الترند الإسلامي الجديد نقاب الفوتوسيشن إلى مجتمع الإسلاميات باعتبار كونه مظهرا لا يتعرض مع حقيقة الحجاب الشرعي وأنه من الأمور المباحة التي تتماشى مع الحياة العصرية وزينة الحياة المباحة التي تضيقها أفهام المتشددين أقول بكل وضوح إنهن يأتين منكرا من الفعل وجريمة شرعية تستوجب الإنكار الواضح ولكم يدمي قلبي أن امرأة مسلمة تسننت في بادي أمرها واقتدت بأمهات المؤمنين فلا يزال الشيطان بها حتى تصير داعية إلى بداعة سيئة تفسد حقيقة الحجاب التي أمر الله بها فتضل وتضل بنات المسلمين لهوا في نفسها أو جهل أو هزيمة نفسية نزلت بها جعلتها تشعر دوما أن نقابها الأسود الفضفاضة محل سخرية واحتقار وتخلف حضاري ومضة قديمة يتلقف هذا من شياطين الإنسي أناس يسمون أنفسهم بالفنانين أو مصور ما يسمى فوتوسيشن هذا الشخص الذي لم يقتصر على تصوير ونشر صور المتبرجات يأتي اليوم إلى أروقة المنتقبات ونوادهن ليفسد عليهن دينهن بتزيين تلك الصورة التي لا تمت للنقاب بصلة دون وخزة واحدة تؤلم قلبه أما تستطيع يا هذا أن تمارس شهوتك وشغفك بعيدا عن أولئك المساكين ضقت بك الدنيا حتى تاتي لفتاة متعففة تزين لها منكرك وأنانيتك تحت مسمى الفن فإن عاتبه أو عاتبها أحد تبجح بفعلتهما غاية التبجح بل لو سألت واحدة من هؤلاء هل تدرين صورة كهذه كم من شاب متعفف تترك في قلبه من جمرات لا توقدها امرأة صريحة التبرج في قلبه لربما كان السؤال ساذجا سخيفا بل أسألها هل تدرين أثر صورتك هذه على فتيات يجاهن أنفسهن جهادا عظيما في ترك إظهار الزينة في لباسهن لتبدو إحداهن جميلة بنقابها لكنها تأبى أن تزينه ابتغاء مرضات الله وحده ومن علامات الحماقة والجهالة العليا الاحتجاج بسنية نقاب أو بالتنظير الذهني لجواز لبس الملون وإظهار الكحل وإظهار اليدين أو الخاتم وخلافه وإن قال به جماعة من الفقهاء لأن الصورة هاهن مغايرة تماما بل ولعله لم يخطر ببال الفقهاء قاطبة أن يأتي زمان على المسلمين يصير الاحتجاج بأقوال بعضهم على تجويز هذه الصورة الفاسدة أنا والله أتفهم وأشفق أن المنتقبة بشر قد تنازعها نفسها لشيء من ضعف ينتاب البشر كما نزل جميعا أو لحظة ملل تعتريها أو شهوة خفية كما نقع جميعا ونعصي لكن الكلام الآن ليس عن جنس الذنوب الخفية والشهوات بل الكلام عن حالة من المجاهرة والاستعلان بالمنكر وتوجيه سهام لأحد آخر قلاع المرأة المسلمة بل والأقبح التبجح بإتيانه يا نساء المسلمين بل ويا رجالهم الإسلام جاء وبكل وضوح بنفي الجمال والزينة بالكلية عن الحجاب يعني هذه الصورة الذهنية التي تتبناها بعض الأخوات جميلة بنقاب والنقاب الفاشن وحجاب التريند لا علاقة له بحقيقة حجاب الإسلام الحجاب جاء لستر كل مواطن الزينة والأنوثة هذه الحقيقة الأبدية للحجاب منذ أن أنزله الله على أمهات المؤمنين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها شاء من شاء وأبى من أبى والله المستعان ترجمة نانسي قنقر